صباح الخير شاهدنا ألف خبرية وخبرية شكراً لأنه بعطتها إسماسات خلال كل الفترة الصباحية على العشرة 13 وأنا بعد نناطر إسماسات أكتر حرف S كمان حتى يكون عندكم فرصة تشاركوا معنا بيها الفقرة حضروا أخبار كثير مهضومة عن المثل اللبناني اللي عم ترافق فيه لليوم اللي هو بيروح مع أما العروس وبيرجع مع أما العريس بثلاثين ثانية بتكون تخبروني خبرية تستعملوا فيها كل كلمات المثل وأكيد تنطلقوا من كلمة بغتالتكنيها أنا أو ضيفة شرب الكنية ما كان بقديم الزمان صرته تعرفوا سيستام اللعبية رح نحكي مع شرب الزيادة أكتر عن نجاحات حققه برمضان 2015 عن دوره بمسلسل بنت الشاحبندر كمان دوره وكيف ترك بنته مبارح مع شخص ما بيعرفه بـ 24 قراءات وأيضاً البطولة إلى جانب أنجمة السورية جاني أسبر بمسلسل 7-7 وأمور كثيرة رح نحكي عنه ولي أعمل لفت كمان لجروب أنقابة الفنانين المحترفين رح نحكي عن كل هالمواضيع مين قالك أنت يا خبرية؟ أنا معاكم عالجروب آه إيه هلا أزودك بنحكي بالقصة أكيد رح نحكي عالموضوع ما عندي مشكلة إذن ألف خبرية وخبرية فجأة طولي ما؟ شرب الملش عم بشي وشو أخبارك؟ ماشي حاجة أهلا وسهلا فيك أول شي وأنا كثير مبسوط أنه سوا اليوم على الهوى سوا على الهوى ومبروك كل النجاحات اللي عم تحققها مؤخرا إن كان بنت شهبندر 24 قرار سبعة 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 مضموط ليش بطولة سبعة سفن يلي هي مش عم تنعرض بلبنان هيك؟ بتحث أنه في حسر الموضوع تقول يا ريت هالنسلسل نازل بلبنان بسباق يعني رجانب كل النجوم يلي نزلين بلبنان؟ سفن نزل على روتانا خليجية ونزل كمان على بتصور اس اند صحيح هو انتاج خليجي سوري مع الكاتب مشترك مع موفيد رفاعة صحيح؟ بالضبط بالضبط الكاتب هو هو زان عاكو والمأخودة عن قصة عن رومان أثبتك عن متل نوفل معمولة عن القصة معنا مجموعة كتير كبيرة من المسلمين من وفاد إبراهيم مجد مشموشة من لبنان فيه مسلمين من العراق من السعودية مع جاني أسبر يعني من سوريا حتى بقى مجموعة كبيرة عمقول لي يا ريتو نازل باستباق لي أنه القصة كتير حلوة وشوي ما بتشبه القصة ستانين بالمضمون طبعا بس أنا أكيد بكرة حجعوا يعرضوا بلبنان يعني متل كل شيء صحيح هو بيتضمن يعني بطولة سبعة رجال وصابيتين اللي هنه جاني أسبر وجاسي عبدو القصة بتقول عن صحفية عندها كان أزبدك تاريخ طويل من الاستضافات اللي هي جاني أسبر بتقرر أنه بعد فترة أنه من بين كل ألاف رجال للصدفتهم بدأت نقي سبعة من بياناتهم هن الأفضل من بين الصدفتهم لحتى تتعمل شو معهم لتعمل شي معهم ما فينا نقوله على هوا باختصار بتنقي هدول السبعة بكون أنا واحد من هدول السبعة يعني أنا واحد كم رشح للرئاسة الجمهورية مافيوزو حدا بيقتل على البارد حدا ناجح كتير ورح يوصل للرئاسة وبيستعمل أساليب شوية ملتوية بنهاية القصة بتطلع عنه الهدف تبعه هي تجمع هدول الرجال اللي تقتلهم لأنه بتعتبر أنه هيدا كل واحد منهم هو مثل الفيروس بالمجتمع تبعه عم بتصفيكم يعني واحد وردتين بتصفينا كلنا فرد مردتين الحال بنا نتابع الأحداث كمان هزان عكوي اللي هو كمان كاتب مسلسل بنت الشهبندر كمان تحت إدارة إنتاج مفيد الرفاعي وإخراج سيف الدين السباعي كيف كانت تعامل مع سيف الدين ببنت الشهبندر؟ بتعامل كتير لزيز يعني بالنهاية المخرجين السوريين عندهم كتير وعندهم تعامل مع تقريبا مختلف الجنسيات العربية ما حسيت أبدا بالفرق أنه عم بتعامل مع مخرج مثلا منور لبناني بس صار شي كتير مهضوم بأول تصوير كان عندي أنا مشاهدة مع الفنان قصايا الخولي تقريبا كل مشاهدة أنا ويهة أنه كل الكروة عم بيحكوا السوري والمخرج عم بيحكي سوري والقصايا عم بيحكي سوري أول جملة حكيتها سوري أنا عم نصور بعدين طبعت أنه لا يا شربل رجع أنه لا عم تحكي سوري رجعت زبطت حكيت رجلج على لبنان رجلج على لبنان رجع هذا تشانل وبتعرف أنت برمضان كل الناس تحضر كرشي ما بتعود تعرف أنه شو عم يشوفه شو ما عم يشوفه أوات بيحضر وهيدا برجع بأجله واحد لتين نهار وهيك يعني دايما بيكون في ضغط برمضان وخاصة مسلسلات خاصة بهالموسم يعني في كتير شح بالبرامج رمضانية وفي كترة بالمسلسلات فالعالم محترا راح يتلى الدراما أكتر صحيح راح بأتيجاه الدراما وتشيز جود يعني بطلعنا نشغل أكتر راح نحكي عن أمور كتير كمين شرب الماك راح نحكي عن 24 قرات راح نحكي عن إشياء كتير وتحضيرات كمين جديدة ولكن حصت مشاهدين دايما معنا كبيرة بعتوا اسماسات على العشرة 13 اليوم شخص منكم كمين راح يكون عنده فرصة ربح قطعة الماز من مجوهرات هيمو بختم الحلقة من دون أي تأخير لح ابدأ بأول اتصال رمضان كريم رمضان كريم عليكم على كل اللي يحضرون شكرا وعليك مين معي صباح حسن صباح شو العائلة حسن صباح حسن صباح بتابع كل يوم ألف خبرية وخبرية هالفترة أي كل يوم بتابعة بس اليوم قلت لجرب حظي خيط اليوم نقشت معك اربحناك معنا على الهواء ريت المثل منيحي اللي عم يمر على الشاشة بيروح مع أم العروس وبيرجع مع أم العريس ريتو ومحضرة خبرية مهضومة يعني لا يعني ما اتفقنا بنا حضر خبرية شوبر مهضومة يعني شو حظنا حلو ان الصباح هم تكتصل فينا وفيروز مخرجة يعني صباحنا اليوم فيروز الصباح في أحسن مني أبدا ما بدنا أحسن من هيك صباح رح اترك شربل يختارلك أول كلمة من المثل تنطلق مننا وتخبرينا خبريتك اوكي اوكي جاهزة؟ لا لا هيك ما انك جاهزة يا صباح جاهزة صباح ما في صباح صباح بعدنا شربت القهوة طبعا بعدها ما في نشاط يا صباح يلا كان ياما كان بقديم الزمان شو شربل أي كلمة منبلش من بيروح معا كلمة من المثل عريس عريس كان ياما كان كان في عريس بحب أمه كتير يجب أن يحب مرته العريس يا صباح بلشنا غلط كل الدنيا ما في أمه لأمه أسرح 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 بيقول حماته ما في مثله وبيصير يعني بي بيصير يقول إنه أمه إنه أمه العروس مات ما في مثله اوكي وبيرجع كيف بدنا نستعملها معا وبيرجع بحصير يحلى عند أمه العروس بيصف معا اها وبيقولها ما في مثلك وما في مشكلة عاتفاء يعني أمو حماته عظيم يا صباح شكرا لإلك تابعينا لآخر الحلقة لأنه يمكن أنت تربح معنا اليوم قطعة تألماظ من مجوهرات هيمو ألو رمضان كريم ألو ألو شارب الجرد ألو مونجور شيف تردوا علي مين معنا؟ مع هده ديا سوري هده ديا شو أخباري هده ديا كيفك يا هده خمد الله مش الحق مش تعينكم نحنا بالأكتر أنا رح ياخد شوي هلأ المهمة عن شاهد يا حرام لأن تعب بالحكي إنه يكي بغضا另外 لكنه يذهب مع أم العريس يرجع مع أم العروس لا تذهب مع أم العروس ترجع مع أم العروس مهم مع أحدا منهم عم Finnish أصبح المفهم هو ذاته نستطيع الان من بالقصة بلن أقول لك الشادي و ناقلك كلمه هذه المرة فكلم أن كان بأديم الزمان العروس كان بأديم الزمان كان عروس كان عندما لدينا رجال خطيق كانوا أين لديهم عرس يروح مع أم العروس على الشغل يرجع معهم على الشغل يحتر العرس ويخلص آخر شي، هو يرجع مع أم العريس الآخر ليل يعني مهما أم العروس إذن ماذا يفعله؟ ولكن فسري لنا شاء الله يفعله وين كانوا؟ أين؟ وين كانوا مع أم العروس، لم أفهمنا؟ لا، يذهب مع أم العروس على الشغل وعلى كل التحضيرات شوفينغ بركيا يرجع ويحتر الحفلة ويرجع على البل آه، آه، آدمة، آدمة شكرا لألك. شكرا لألك تابعين على آخر الحلقة. اتصال آخر قبل ما تابع حوارنا او لا. ايه ليش ما ياخد اتصال. الو يلا. الو الو. يا الو يا جماعة. الو. الو. صباح ابنين صباح خير. الو مونجور. مونجورين مين معي. الو. جوزاف. جوزاف كيفك يا جوزاف. مني يا. جوزاف شو العائلة. كسروانة. جوزاف كسروانة. رح اتركك تحكي مع شرب الزيادة. وهيختار لك هو الكلمة اللي بدك تنطلق منها اوكي. اوكي اوكي. اوكي اوكي. يلا هيدا شرب المعك. جوزاف انت منين عم تحكي من كسروان. جوزاف. اه ايه. من كسروان. من فيترون. من وين فيترون. من فيترون. شفيت لانه كسروانة. لو انك بيروتك انت سألتك ازا من بيروت. جوزاف مصيف شكرا. اوكي جوزاف لكين سمعت المثال. ايه. اوكي لكين. يلا رح نقيل لك انا كلمة من هذا المثل. اه بيرجع. يلا تاني ما كان بعديم الزمان. يرجع. مين. يلا يا جوزاف الوقت عم بمر. اه. يا جوزاف الوقت عم بمر بعد معك. يرجع العريس بيروحها عند العروس. اه. اوكي. جوزاف هيدا الدحكة مع امه. الدحكة النميسة. اسرع. ايه. وام. ام. خمس سوين تقريبا. اثنين. ثلاثة. واحد. خلص الوقت. خلص الوقت. خلص الوقت. خلص الوقت. خلص الوقت. هيدا. تضامنا مع اللي كان عم يصير مبارح. طبعا اكيد. نزلت مبارح. لو طولوا شوية كنت نازل بصراحة. ملحقتهم. كنت مشغول اي ملحقتهم. بس بركي مرتجين على الرأس. انت هلقات جريء بمواقفك. ليش. اذا ما كانت عندك مواقف بوطنية. انه من هي انت مواطن متلك متل حدا غيرك يعني. اه. وين الغلط. صحيح. بطرف. لانه. اكتر ان الفنانين ما بحبوا يجهروا بهالموضوع. ولكن. ملفت هلقات. بركي. خلنا ارى لك الورقة اللي موجودة معي. عظيم. بما انك ممثل. اه هلا اللعبة انا معي هناك. اي طبعا. اه. انا بدي خلص ولو جزائر. اي لحطة جزائر فقدار فوت بيسحب القرعة. اه. بتعرف المتالي اللي عم نترفق فيه. اللي هو بروح مع ام العروس. بيرجع مع ام العريس. كيفك انت بوليوود. بوليوود ولا هلا. افلام هندية. افلام الهندية. افلام الهندية. اه. نهي نهي. اطلاPo Jiri Komah بروح معامل عروس برجا معامل عريس برجا معامل عريس بروح معامل عروس سيدة Yeah وال史ال الرابط الثاني هلق بروح معامل عرس برجا معامل عروس ورجا معامل عروس سيدة عم اترجى ثالث شي مع غنية أكيد بيروح معامل عرس برجا ما بين العروس حبيت في مشروعه هني طبعا أكيد مش عيلا سيگحت له جوز Tae ولك يا جوزافlling فتو بادا بصحب القرآه لانه سربل زيده نفذ الضرب صوتي يكون أحسن ممكن مثلاً إذا طرح عليك دور فيه غناء وكذا بتحب؟ كان فيه شيء قبل هيك بس ما عد مشي الحال لأنه فلّيت لماذا؟ خبرية قديمة شوية كانت بمسرحيتك قامت في اليوم الثالث مع الرحابني صحيح معنا كان فيه دور بلطس البنتي كان مفروض أنا أعمله كان فيه غنية وكانت مفروض سجلها بالصوتي وماشي الحال بعدين تقشر شبراسي وفلّيت مع تعملتها كان عندي صفرة على ماليزيا فلّيت مع ماليزيا رقيتها أنه أكتر هيك ممكن في ماليزيا ممكن في ماليزيا لا لكن في عندي شيء كوميرشال بالتصورة مع ما تفوها ما صاري زياد وهيك قلت يالله ليش لا أكيد لاحق لاحقين أصلاً دائماً إنه لا يتحدث الواحد بحقق كل شيء بأي وقت رح نتابع كمين بتلاقي اتصالات لما ننطر العالم كمين كثير على الهواء ألو رمضان كريم ألو 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 بونجور مين معي؟ معيك حنان حنان شو أخبارك؟ الحمد لله ماشاً تحايل حنان من أين عم تحكيرها من أي منطقة؟ ملو زايل حنان شو العيلة؟ عبد الرسول عبد الرسول حنان صرت تعرفي سيستام اللعبة؟ ايه أوكي خبرين عنا جازة لاتخبرينها خبرية؟ إن شاء الله يلا نسق مع شربل شوف شربل شو رح يختار ليك كلمة انتي آي كلمة بدك يا حنان رح هيانا عليك إليلي كان يما كان بقديم الزمان بيرجع مرة تانية ايه بلش القصة الوقت عم بمر بسرعة الوقت عم بمر بسرعة كان يرسع مع أم كان يما كان بقديم الزمان بيرجع مع أم العريس وبيروح مع أبو العريس وهذا الحالم موجودة وينما كان كان في الأثنان ولو وين بأي منطقة تانية حتى نيك هلأ كترل لكن ليس لازم تستعمليون بالترتيب نفسه طبع المطل رجع جاربة بسرعة ايه خلص ماذا قصت عن هذا الشيء بسرعة انا مع حنان صغير الهدف من اللعبة انه شو معمول ايه وزيرنا مع الملعب الهدف من اللعبة انه نكون عم نرجع نجمعهم بقصة مرقلنا يا له هلأ رمضان لشان هيك رح تسحب ورقة يحرح مرح طلع مرح طلع مرح طلع ما تقل لي هندي ومكسيكيا ومشو مين لا غير شي مرح نشوف شو مكتوبة على الورقة مرح طلع مرح طلع مرح طلع ايه اكيد كنتوا انا وقاعد شبدوهالكن لنشوف شو مكتوب على يلا اوكي كثير منيح بي فايشل اكسبرشن صابعك انت وقاعد بدي أعطيك حالات بدك تعملن تنقل معي بالحالات عائم بداية الكاستنج بالزمنات معنوه هلأ صرت نجم أبقى تنور بهالمراحل كله لا سوفا سوفا وبعد تعمل الكاستنج لأ بعمل كاستنج عندك هالعقدة هالنشكلة لا 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 ما عنده هالعقدة أبدا يلا على الكاميرا طبعك رح أعطيك حالات مبهول مبهول كتير مبسوط حزين جدا أجل أن تفوت على الطويلات أرجوك أسرع لحتى أم أحسن أجل أن تفوت على الطويلات بعد نم لا أستطيع أجر رسم متفاجأ متفاجأ على مستقرف مرائد بنت حلوة اووamm مرحبا مرحبا عشتل ee شكراً خلاص بعد نتوالين؟ لا توجد حالي تمرق بالبشرية شكراً مبروك ستابعينا حنان لأنني فنت معنا على صاحب القرع أتصال آخر بعدها معنا حنان لا أصبح معنا أتصال آخر لنريد مم معنا أهلا أهلا ممي معنا؟ ممي معنا؟ معك باني بوعاصي ماجي أبو عاصي؟ باني 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 بوعاصي باني بوعاصي انت صبي أم بنت؟ بنت بنت لانه ايه بيان الصوت شوي هيك بيان بيانه بيانه بعيد عنا بالستوديو كان صوت تين ايجر يعني مش هانه صحيح داني صرت تعرف المثل اللي عم ترفع فيه لليوم؟ أكيد وسامعتيه من قبل؟ لا مش سامعتيه من قبل بيروح مع اما العروس وبرجع مع اما العريس لا محاضرة خبرية مهضومة؟ ايه عن سينا وتامي ايوه عن سينا وفقد؟ كمان وكمان يلا عن قلب دا عنا اه اوكي اوكي يلا يلا تعطيها الكلمة اللي انت تعطيه الكلمة في معنى محضرة عن سينا وسامي وفقد بدي قليلك كان یا مكان بي قديم الزمان وبلش ايهeline لك شو؟ كاما سينا مكان كان في عرض سينا معزومة من أهل العروس ووسامي معزومة من أهل العريس لانو بيقرأ بالرقام صح وقتا بيروح وقتا بتروح سينا بيلاقيها سكرانة فيوصلها اولا MI tetra وبيرجى مزيزا وبيرجى مع مزيزا وماء؟ اذا بدنا نحط معا والعروس قلت معزوم من قبل اهل العروس قولك مبروك قولك مبروك معانو ما استعملت فؤاد بالخبرية بس بسيطة فؤاد زوالن الوسيقى لانه المسلسل هو فيه ضغر ربحها ضغر ربحها في ايده اجر ما بعرف معانو اتصال جديد قالو تابعينا لاخر الحلقة حتى نشوف اذا رح تربح معانا اسمي كسار بالقرعة معانا اتصال او متابع حوارنا رح نتابع حوارنا لكن جهز اتصال كمان ب 24 قرات الدور يلي عم تأدي دور يمكن العالم شوي هلا مستغربة متفعلين معه كتير متفعلين معه كيف كان هيك الجو على السات مع النجوم المسلسل متل كل مسلسلات رمضان عم ينحضروا بتعرف والهيئة انه كمان في علي اقبال كتير كبير بيعرف انا من وراء السوشيال ميديا من الناس على الطرقات والان معانا نجوم كتير كبار بالحقيقة أسامي كبيرة التصوير كان كتير لذيذ اخذ ما كتير وقت شهران ونص على عيالة طبعي كانت خالص فيها لانه طوال شوي لانه في ادوار كتير اكبر من دوري بس دكتور فاضل هو شخصية كتير قريبة من الناس لانه حكيم جوز ومرته تركته وعنده بنت صغيرة بقى عادة الناس بتتعاطفوا مع هيدا النوع من الاشخاص خصصا كمان لانه كتير منيح انه خلص حياته ليوسف صحيح عم يحضرون الناس وعم يحبوه عم يعطبون اليوم كيف ترك بنتي مع واحدة غريبة مش انا يا جماعة ريم حنال كيت بهيد اللي كتبت هيد اللي مقررة شهران الادوار اليوم اللي بتكون مطروحة على الممثل يعني انت اليوم بمرحلة بتشارط على حجم الدور اللي بالمسلسل او اذا كان ممكن يكون دور كتير ملفت وكتير نافر بالمسلسل ممكن تقديه انا ببنقل قلته انت يعني انا اذا دور بحس انه ممكن يبين بقلب المسلسل بهمني اكتر من انه يكون حدا عنده كتير مشاهد عم يعيد حاله عم يعيد القصص اللي عم بيقوله هلا بهايد الحالة طبع 24 ارات نحنا مضينا الكونترايات وبلشنا بصوير كان بعضهم كتبين الحلة عشرة يعني انا ما كنت عارف حتى دوري ومرايح دوري ومرايح يعني كل المسلين كانوا مش عارفين دوري ومرايح ولا شو رح يصير واكتشفنا هذا الشي مع الوقت انه يبعطوا لنا حلقات انه اه هيكسار اه هيكسار بقى بس انه بيضل مبين اذا بدك اللاين الاساسية اذا هيدا الشي بيأثر بالنس ولا ما بيأثر انا عادتر ما بهمني حجم الدور اذا 100 صفحة او 1000 صفحة بهمني انه اذا بيقدر انا كممسل وصلوا بطريقة منيحة ويحفظوا الناس ويتفاعلوا معه وهيدا بيهمني رح احكي معك على كل حال هلأ بعد ما ناخد الاتصالين لما نضطرهم اكتر عن التوقيت او 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 بيكون في شي هيك مميز بالشخص بيلمع بفترة اكتر من فترة تانية هلأ احتفهم شو قصدي بيالي عم قلو بس دا اخد اتصال قبل الو. 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 رمضان كريم. ناسيا. بونجور مين معي. كلوي بو الي. كلوي. 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 شو اخباري كلوي. ميحا. ادي امريك يا كلوي. كلوين برح اتصلت فينا كمان صح? صح. صحيح يا كلوي تانكيو لأيلك. محضرة خبرية مهضومة عن المثل. اوكا. يالا يا كلوي جاهزة. ايه. اوكا يا كلوي. كينيا كان بقديم الزمان. العروس. كلنا ما كان جديم الزمان. العروس بتروح AME مع العروس بتروح مع جوزة. الوين? العروس بتروح مع العريف. اسرح. اسرح. اسرح اسرح اسرح. ازtr Discover مع أم العالية. والعروس يرجع مع أم العروس. اوكا بس ما راحوا. بس خبريني ناسيا عندي حشرية أعرف وين راحوا. علمطعم راحوا dance неё؟ علمطعم راحوا على المطعم بشهر العصل شكرا يا كلوين شكرا لك تابعينا لآخر الحلقة سنرى إذا ستربح معنا إتصال آخر أيضاً رمضان كريم علينا وعليك بلال حسري بلال حسري بلال كمان بلال يومياً بلال شو أخبارك الحمد لله بلال لحظة من بدك يعطيك كلمة أنا أو شادي حضرتك حضرتك ناشف بس الله عمري كل يوم عم يحكيني أم مرحبا لشرك أنا كان يا مكان بقديم الزمان أم كان يا مكان في قديم الزنج كان في أم أم عريس طول ما عم نقول أم عريس يعني كان في عارف عائلي أسرق 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 وكان في تفسط غير محبوب وشائي كتير كان يروح على طولة وكانت أم العروس وكانت أم عريس عطو تروح أجيبه وترجع أجيبه من هالطولة ويقضي يا رايح جاي كذبنا بنى الطولات شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عامل دوفار طبعا شكرا لك شكرا لك شكرا لك بتكون انتجية بتكون عوامل حظ ولكن انت مثلاً وقتها صار شعراتك بهاللون الأبيض وكذا حسيت أنه صارت الأدوار بطلتي بك مثل المثلين البقية صارت بستيل لحالك مظبوط بالحقيقة كل الأساس اللي عملتها أنا من قبل كان إلى تقريباً ما بتشبه غيرها لأن أنا بشكل ما بشبه غير ولا بكاركتاري مثلاً أنه بشكل هيدا الأبيض اللي هو مش صبغة كلهم بيسألوني أنه أنت عامل لون شعريتك هيدولي أنا طبيعي 100% أنه إيسر بنحفظ أكثر إذا بدك صرت ما بشبه حدا عادةً في تندانس عند الشبيبة أنه بس يطلع شعر بيضة بسبغوها تيرجعوا يبينوا شبيب أكثر أنا ما بهمني مسألة العمر بالنسبة إلي هي مسألة بالعكس بتزيد للإنسان ما بتاخد منه من رصيده أبداً مش متكلع شعريتي بس أنه هيدا أنا بكل حالتي بكل المراحل تبقع هيدا أنا بتحسر عندك شيء مميز يمكن زملائك يلي بعمرك بالممثلين النجوم كمان ما عندهم يعني بيصير عندك فرص مكتب مغايرة ممكن كل واحد عنده شيء بميزه وعن غيره بقى شعريتي هيك ربنا عطانا إيهون هيك في تحضير لعمل مسرحي جديد؟ أنت حدا قال لك شي لأ من يومين حدا حكياني كرمير شيء مسرح راح توافق أو لا؟ لا عجبنا عرفت أنا بعرف كل شيء لا أصير إستهل أعمل شو ما في قول على الهواء أنا بس بسعد أوكي لأ بعد ما قلت بعد ما حكيوني رجوع جديا كان تليفون صغير وقلت أنا للمبدأ ما في مشكلة هيدا أول شيء أصلا كان عندي مسرحية من الفترة صحيح ما مشان هيك عم بسأل يعني حنرجع نشوفك السينة بس المرة هكون دايركتور مش رحكون من مسر يعني هالمرة هيدا المطلوب مني ما عم فكر فيها لأنه تشوف إذا كان فت بالموضوع يعني إذا فت بالخبرية أو لا شربل رح تابع حوارنا ولكن شو إتصال قبل ألو 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 رمضان كريم يا ألو صباح الخير صباح النور مين معي؟ معك محمود العويس محمود العويس من وين عم تحكينا محمود؟ أم بحكيك من قدمة من قدمة محمود لحويك حويد عين واو يأدال لا مش لبناني من لهشتك سوريا ما هيك؟ نعم سوريا سأقف اللعبة معك أنا أحب أعمل برامج على العظم صدح 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 محمود أنت تعرف شروط اللعبة؟ توقف كاميرا تعرف شروط اللعبة؟ أي كاميرا نعم شوية أكسيون سأعطيك أنا شادي ضيفة اليوم سأعطيك كلمة من المتر الذي يذهب مع أم العريس ويرجع مع أم العروس نعم شادي العريس العريس منتوفه والعروس تحبه لأبن أم العبد حالو بيرجع أبو العبد من الشغل يبعث اس ام اس على تلفزيون لبنان ويروح تاني يوم بيعاب يرصيف بس ما أعطي الفيزيون لبناني الكل ربحان ورح يحقق كل أحلامه إن شاء الله إن شاء الله تابعنا لأخر الحلقة حتى تشوف فتزا رح تربح معنا أصعب ألماز من مجوهرات تهيمه إن شاء الله مايربح حلقة يعني سيبرد أعطيه لحد ألا بحوشي رجالي على يلي لا بالعكس الجفت كتير حلو إلا ما يلاقي أحد أن يهديها تحكي عن تقديم البرامج اليوم أنت وين من هالموضوع أنت كم يكن على كذا برنامج يعني شاركت بالتقديم كمان اليوم أنت وين من هالموضوع أنا عملت تجربة وحيدة إذا بدك بقصد تقديم البرامج كانت وقتها على فيوتشر بعمري زمان كتير صحيح صحيح وما عتكررته لأنه ما عتصار الظرف المناسب وأنا يمكن وقتها ما حسيت حالي كتير حبي بفوت بهذه التجربة لأن بقبة حالي كان مسل أكتر مع أنه كمان كتمثيل ما كتير اشتغلت لأنه كانت بفترة مشغول بالبرودكشن وأنت بتعرف الشي اشتغلنا سوا بكذا شغلة وهلأ بشركتي عم حضر لخبريات جديدة يعني وهلأ عم بعمل شفت للكارير طبعا عم صير كمان كاتب عم بكتب خبريات ممكن أنه نشوفهمهم نحن 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 عن مسلسل يعني فيه مسلسل عم ينكتب اون كتب اه كاتب كذا شغلة بس أنه عم فتش على ناس يقامنوا فيهم يفوتوا معي بإنتاجهم لأنه لأ هم تقول يقامنوا فيهم لأنه من قد مش يعني منوان قريبين من الاشياء لألي عم أشوفه لأنه في لبنان كل شي بيصير كأنه بيعلقوا الناس على موضوع بيصيروا موجوده بعطول يعني بيعلقوا على المثل بيصير هو كل الوقت بيعلقوا على بيغني بيصير هو عم يغني كل الوقت بيعلقوا على كاتب مع احترام هذا الكلب بيصير هو كل الوقت بدون مطلوب لترجع تقنى على الناس أنه أنت رغم تكتبه كمان نيح وحلو وبيشبه لبنان أكتر من غيره بدك وقت بدك تاخد شوية جهد لأنه ممكن يقبضوك كم مقدم برامج مش الحق كم مثل بس أنه كمان ككاتب أنه لقي لك شغل يعملها بهالمعنى بس أنه أنا بالنسبة للي الفنان فيه كون عم يعمل هدول الاشياء كلهم إذا كان عم يعملهم بشكل مناسب بالتبيع هالبرودكت اللي عم تحكي عنه بالكتابة يعني شو المميز يعني شو المميز بكتابة شرب الزيادة مثلا عن كتابات تانية ومثل ما عم تقول إنه الأسامة كتيري على ساحة لبنانية يعني شو المميز بشرب الزيادة عن كارين رزق الله وعن طارق سواد وعن كلوديا مارشليون وعن حفظ الأسماء يعني ما في قلك شي لأنه بعد ما نعرض شي لقلي حتى تقلك الفرق يعني ما حدا بقول عن حاله إنه بس أنت بينك وبين حالك شو بتقول أنا بنيسول قلي إنه أنا شو بضيف للدراما بلبنان بضيف الشي اللي علاقة فينا مية بالمية القصص اللي بتشبهنا عن جد أنا بنيسول قليل يعني أنا بكتب عن شي بشبهنا مستمد من وقعنا من الأشي اللي نعيشها كل يوم كأحداث أو كلاينغز عم تلقال كلاينغز بيحكوها للمسلين وكأحداث وكشغلات إنه بكون ممكن سمعتها بالأخبار يكون باني علي مش إنه قصص جاي من موارف من وين ما بتصدق أنا أوقات في كتير مسلسلات تمرو بصير فكر إنه طب مين كتب هيدا الحوار الركيك؟ في حوار أوقات ركيك في كلمات ما بنستعملوا بحياتنا طبعي لا لا غير الكلمات أنا فيي أنا كون جاي ما عرف ما بحكي كلمة غيرك بس في حوار ما بينقال بالحياة إنه عايب مؤخرا إنه عرض علي مسلسل بس أقل لك مع شركة كتير كبيرة عم تعمل مسلسلات وعم بتكسر الدني فيهم والدور كمان كان دور بطولة بس قريت وبعدت لهم إنه أنا ما في أشتغل هذا الشي لأنه أنا ما إلي عين قول اللي عم بيقوله هيدا الزلمة عم بحكي جد القصص اللي عم بيقوله هيدا الشخصية إنه بصيرت أنه مستحيل حضايا صرت على البلاك لس طبع هاي الشركة ممكن ما بعرف ما معرف رح ناخد اتصال حتى كمان نفسح مجلة للمشاهدين ألو ألو بوجو رمضان كريم رمضان كريم نعاد عليكم وعليك بي معي أحسان منصور أحسان منصور شو أخبارك تمام كيف كن أنتو يا هلا أحسان محضرة خبرية يعني محاول شوية يلا رح خلي شرب الزيادة هو يختار لك الكلمة يلي بديك تنطلق منها جاهزة ايه يلا كان يا ما كان بقديم الزمان كان يا ما كان بقديم الزمان مع كان يا ما كان بقديم الزمان بيت تختاره أحضر مع الزم جدي كل ساعة برأيك بيحما بيخانق مع مر أحسان صوتك عم بيقطي عم 5 ايه عم تخانقت المرأة مع حميدها قال لي يا مرت يا عمري أنت حياتي وروحي وراح مع أم العروس بعد صيفات عند أمه أنت يا أمي يا ست الكي سمعت ومرت وفجرت فيه وقالت له يا زلمي أنت لهم بيتروح مع أم العروس احسان ملوعة من العريس والعروس وأم العروس احسان ملوعة مشان هيك وطوّل الخبرية ما لحقت تستعملهم كلهم ضمن الوقت المحدود مشان هيك شربتك تسحب ورقة لا خلصت خبريتها أحسان بدأ نشوف شو الوضع أحسان خليك معنا نشوف شربت شو داي عمل اه رح ضر نقق زيت الورقة حر ونحنا مرحبين أنت حر لنحنا مع الحرية يلا بدأ نعرف سر عنك ما حدا بيعرفوه سر عني السر لازم تعرفو عني أنه أنا ما عندي أسرار وغير هيك لا شيء محرش شو تخبر سر عني خبرنا شيء محدا بيعرفو هذا اسمه سر بس ما ضروري سر خلينا قل لك إيها أنه شيء بعد ما حدا بيعرفو عنك شيء محدا بيعرفو عني بقول أنا شيء محدا بيعرفو عني أنه معقول يتجوز قريبا لا عم بحكي جاد يعني كل اللي هجمين وعملين فولو وكذا ما في نصيب بالضبط يعني اللي عم تبعث على الفيسبوك ومعشوب ليز انه جات لايف على فكرة كتير بيبعثو لك على الفيسبوك كتير عالم أدائي يعني بتتواصل بالسوشيال ميد وميديا بس ولكن في عالم بيصيروا مزعجين لهذه الدرجة صح تقلك شو بنهاية أنه ما عم بعمل أنه أنا أم كالتوم والله عبدالحليمي يعني بس أنه كل فنان أو كل حدا بيصير تحت الأضواء كل واحد تحت الأضواء بيكون في ناس مهتمة أنه تحكي هيدا وهيدا شي أنا بيقدروا بيحترموا لأنه لوما أوقات لوما الناس بتشوفك وبتحضرك أنت ما يكون مقالك عازي هيدا من أخرى خاصة بشغلنا مئة بمئة والناس اللي بيطلع على السوشيال ميديا الناس لاززين بيكونوا أنه حابين يعرفوا عنك قصص حابين يحكوك بس أنه ما بيعرفوا أنه أنه أنت عم تسوق أو أنت مثلا أنه بيميتينج أو أنت عم تصور أو مثلا نايم الساعة تنتين بالليل أنه وقتك عغير وقتهم بيصيروا أنه بيقولوا قصص كتير مزعجة أنه أنه الكشنا مثلا ولو مدرشور طبيعة يا جماعة ما فيهن ضلعدين كل وقت نحكي معكن أنه منك صحبتي ولنك رفيقي ولنك عمي ولنك مدرمين عرفت كيف؟ أنه بس يعرفوا أنه هيدور الناس التانيين مما كانوا يكونوا أنه عندهم حياة يعني بيردوا بعض بس يون يردوا ما بيردوا يعني اوكي خاصة إذا طلعت العلاقة من إطار الاحترام والليقة يعني أوقات بفوتوا بخصوصيات وأسئلة يعني يعني الواحد يمكن إذا كان فيه شخص قريب عليه ما بيقدر يجيبه أنا حكيتك تنتين بالليل يا مردات تنتين بالليل بنام يا جماعة صحيح بدي أخذ الاتصال أخير شربل بحلقتنا لليوم قبل أن نختم ألو ألو بونجور بونجورين رمضان كريم مين معي؟ علينا وعليك وعليك فاطمة حميدة كنيا ما كان بقديم الزمان العروس كنيا ما كان بقديم الزمان كنا عادينا كلنا سواب البيت العروس العروس بسرعة بركة أرمانية كان قاعد خي فادي إجت أم العروس لعنا أخرت خي فادي معه بعد شا ساعة رجع ولعنا رجع مع أم العريس ومعرفنا في القصة حالو كثير يعني خبصت شكرا لإليك شكرا لإليك على كل حال شربل رح نشوف معك نسحب ورقة نشوف مين يلي يحظوا حلو يربح معنا قطعة ألماز من مجوهرات هيمو مثل كل حلقة أوكي يلا ما بعف مين الحظ السعيد قوة المتصلة صباح حسن صباح حسن صباح شكرا لإليك شكرا لإليك شكرا لإليك صباح مبروك يا صباح إن شاء الله يطلع لك شي هيك محرز ألماز لا كلهم عم يربحوا كل يوم إصوارة مرصعة بالألماز تقديمة مجوهرات هيمو أسوارة بتجنن أوكي شربل أنا بدأ أتمنى لك كل أطوفية ومصادفك اليوم بالحلقة وخليك هيك مثل ما أنت مثل ما أنت لأنه جريء ودفرنت ومشكل الفنانين عندهم الباشن والجرأة والحب اللي أنت بتشتغل فيه شكرا لإليك أنا بقدر استضافتكم لإليه ما بدأ تتمرن عليك شاء الله كان دمنا خفيفة عن الناس ما كنا سؤالة كنا عم جارب وهيك نخلق شوية جاو يمكن شوية زدناها سوى سامحونا شكرا لإشارة أنت صديق عزيز وبتمون سهل بدك أهلا وسهلا سيك شربل ورمضان كريم وينعاد عليك كمان شكرا لإليك شربل زيادة شكرا لإليك تسمعونا وهذه مدارة إليك أخذ التليفون على كل حال مشاهدينا أنتوا فيكم تعملوا شغلة واحدة هلا مبعض البرنامي مش فيكم تعملوا زابينك تعملوا باتكنية ولكن مع عندكم إلا حل واحد كل يوم بالزابينك تبعكم توقفوا على ساعة اسعة بصباح لبنان 11 إلى 3 بألف خبرية وخبرية ضيف النهار الثانين هو الفينين اوان من هلا إلى وقتا بتمني لكم أطيب التمنيات كل صائمين سيام مبارك ورمضان كريم رمضان سوا. أكيد أحلى. إلى اللقاء.